التقى وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملا في دافوس على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جونكيري وبحث التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 27 والذي ترأسه مصر وتستضيفه في مدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل واكتمع وزير البترول مع وزير الطاقة بدولة موزنبيق كارلوس زاكرياس وبحث الوزيراني الجهود الحالية والتنسيق المصري الأفريقي الجاري لمؤتمر كوب 27 وطرح رؤية موحدة للقارة الأفريقية من خلال المؤتمر أمام العالم كما بحث الجانباني تبادل الخبرات خاصة في صناعة الغاز الطبعي لدعم التعاون المشترك واستقبل وزير البترول رئيس شركة شامبرج العالمية أوليفي لوبشهيت وتم بحث أنشطة الشركة في مصر بالإضافة إلى مساهماتها الفاعلة في إطلاق مشروع البوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج فضلا عن مشاركتها في برامج تدريب الكوادر البشرية بقطاع البترول ترجمة نانسي قنقر